مرحبا بالغيرة الجديدة ودخلت شخصية جديدة إلى المسلسل لتزيد من إثارة العلاقة هل ستنظم شخصية جديدة إلى باران وديلان بعد ديريا؟ لم تستطع ديريا ولا تستطيع أن تضر بأساس هذه العلاقة لأن باران لم يكن لديه أي مشاعر تجاه ديريا هل هذه الفتاة الجديدة هي صديقة باران السابقة؟ القادم الجديد قادم ويداه منتلئتان الحقائب وحقائب السفر يبدو أنهم سيكونون ضيوفنا الدائمين لفترة من الوقت عندما تم استدعاء باران نظر باران إلى ديران هذه النظرة هي نظرة بلع لسانك الصغير يعد هذا الوصول نذيرا لبذور جديدة ستزرع بين باران وديلان عيون ديران ستكون على باران وهذه الشخصية الجديدة سوف يعاني ديران من نوبات الغيرة ويصبح متعاطفا في هذه الحالة باران سوف يعجبه كيف وجدتم هذه الحلقة دعونا نلتقي في التعليقات ديران يخشى أن يشعر بخيبة الأمل ديران وباران على المسرح المسرح عذر الصورة العائلية الجديدة رائعة بفضل مسرح جهان يواصل ديران وباران العمل معا في الواقع على الرغم من أن ديران يحاول ترك نفسه وراءه حتى لا يصاب بخيبة أمل إلا أن باران لا يسمح بذلك حتى عندما يريد جهان التقاط صورة عائلية لا يتردد ديران في السؤال عما إذا كان يجب أن يكون في إطار الصورة تم الإشادة بديلان مرة أخرى ولا ينسى كل من يراهم الإعجاب بالزوجين والإشارة إلى الطريقة التي ينظرون بها لبعضهم البعض ديران يخضع مرة أخرى للخجل الطفيفي بينما كان كل شيء يسير على ما يرام أظهرت ديريا نفسها مرة أخرى يحاول انتقاد ديران الذي حاصره في المرحاض يا فتاة أين أنت أين ديران إنه لا ينسى كيف تم طرده من المنزل لقد عاد إلى زوايا المرحاض وهو يتأمل لقد أثار أعصاب ديران بينما تكافح ديريا حاليا مع الأسئلة حول ما إذا كانت ستنضم إلى العائلة أم لا فإن ذلك يضربها في قلبها كيف وجدتم هذه الحلقة دعونا نلتقي في التعليقات لم يظهر ديران وبران على المسرح لكن هذا يحدث أيضا وكل ما تراكم بداخلهم يتم التعبير عنه على المسرح هذه المشاهد مثيرة للإعجاب للغاية الاسم الآخر الذي يتبادر إلى ذهن هو فرات يقول فرات إنه يحب جول حقا هل تعتقد أن فرات يحبك حقا؟ لا يزال ديران غير مدرك لمشاعره أو لا يريد أن يفهمها يخبره القدر أن كل شيء واضح من الطريقة التي ينظر بها إليها بعد هذا الخطاب يأتي المشهد المسرحي كيف وجدتم هذه الحلقة دعونا نلتقي في التعليقات عندما يتعلق الأمر بالقلب يختلط المنطق كله دخل ديران أيضا في رحلات حب ويحاول التحكم في عواطفه بدأت شرارات الحب بين باران وديران انتقل ديران الآن إلى مرحلة الانجراف وراء كل خطوة يقوم بها باران لا يستطيع أن يتخلى عن مشاعره بهذه السهولة يفسر باران هذا على أنه لا يشعر بأنه ينتمي إلى هذه العائلة أخيرا أعطى ديران خاتم الهدية الذي اشتره لكنه غير سعيد بموقف باران وبالمثل ديران على وشك الوقوف في وجه عائلة كارابي ويقول إنه لن يقع في هذه الخدعة ردا على خطوة جهان ديران على حق في رد فعله لكنه يفعل ذلك في الوقت الخطأ في حين أن باران سيعمل الآن كرد فعل على التأثير سنشاهد الكثير من مشاهد الهروب والمطاردة وسوء الفهم والتعثر هذا الأسبوع على أي حال القدر يفكر مثلنا ويذكر أن ديران هرب من باران عواطف ديران التي لا يستطيع إخفاءها وقعت ديران أخيرا في حبها من الواضح أن لديها مشاعر تجاه باران لم تستطع حبس دموعها خوفا من أن يحدث شيء لباران قادر هو أيضا أحد أولئك الذين يمكنهم رؤية الشرارة بين باران وديران بشكل أوضح اتخذ بول موقفا ضد فرات يريد أن يعرف مشاعرك أراد القدر أن ترى ابنتها الحقيقة هنا لم يكن يريدها أن تنشغل بمطاردة حلم والآن بعد أن تراجعت المشاكل بين باران وديران يبدو أننا سنشاهد ديران يهرب من انفعالاته لبعض الوقت بينما سيظهر باران وديران في المناسبات المشتركة يقف أزاد فوقهما مثل الفزاعة يقترب باران وديران من بعضهم البعض كل يوم مع ألعاب العامة بيريفان أصبح باران وديران ثنائيا حقيقيا يمكنك أيضا التعبير عن آرائك بتعليقاتك كان مشهد استقاظ باران وديران معا من بين المشاهد المفضلة لدي حقيقة أن الاثنين يستيقظان وهما يعانقان بعضهما البعض وينظران إلى بعضهما البعض بهدوء عندما يستيقظان هو في الواقع مؤشر على مدى حدة مشاعرهما العيون هي دليل إنهم يكشفون عن أنقى نوايا القلب لعبت عمتنا بيريفان دورا في تنوير هذين الاثنين لقد أبتعدنا عن الفوضى وأذى آزاد وأذاه لفترة من الوقت وتم الاستماع إلى آذاننا لكن القصر ظهر على الطريق مرة أخرى بمجرد أن وضعنا قدمنا في القصر بدأ الزوجان في أن يكون في مركز الأحداث أخذت الشرطة باران إلى مركز الشرطة قد يكون باران مسؤولا عن وفاة سيار بينما يلتقط العم حسن الكاميرا وتتحدث ديريا عن التعاون يقع هذان الشخصان باستمرار على أربع إذا تم إلقاء اللوم على باران فيبدو أن ديلان يواجه وقتا عصيبا مع أزاد المرأة مستعدة بالفعل لزعزعة السماوات والأرض إذا تم اتهام باران فسيتحول المسلسل إلى مسلسل هندي وسيقوم ديلان بجمع كل الأدلة لإخراجه أو الشيء التالي الذي نعرفه هو أن الأشرار قد يبتزون ديلان للكشف عن الأدلة التي بحوزتهم إذا غادرت المنزل لقد رأينا بالفعل مشاهد خروج ديلان من المنزل وإهانة باران وعائلته إذن هذه سيناريوهات مألوفة دعونا نرى كيف ستسير الأمور في هذه السلسلة يقضي باران وديلان وقتا منتعا في المزرعة أثناء المشاهدة نحن لا نحصدهم أيضا يبدو باران وديلان كزوجين حقيقيين وذلك بفضل العمّة بيريفان تعتقد العمّة بيريفان أن ديلان وبران منزعجان لديه فيكره لتوحيد الزوجين إنه يبقي الثنائي قريبين من بعضهما البعض من خلال جعلهما يقومان بالعمل باستمرار الثنائي يقضي وقتا رائعا يضع باران قبلة صغيرة على خدود ديلان حتى لو لم تكن أزاد هي نفسها فإن لغتها موجودة في كل مكان بينما تريد أن يكون باران سعيدا فإن همها الوحيدة هو ديلان ترجمة نانسي قنقر